متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت الثقافة والذي سنتحدث فيه عن الرحالة والمؤرخ الشهير أوليا جالبي يعتبر هذا الأخير أحد أبرز الكتاب العثمانيين لأدب الرحالات والسفر بدأ أصفاره ورحالاته في القرن السابع عشر ولقد جال أوروبا وزار بلدانا وصل عددها إلى ثلاثة وعشرون دولة خلال مسيرة ترحاله التي استمرت أكثر من خمسون عاما عاش هذا الرحالة الفاذ واحدا وسبعون عاما حيث أنه ولد في الخامس والعشرون من مارس سنة ألف وستمائة وإحدى عشر وتوفي في القاهرة سنة ألف وستمائة واثنين وثمانون وبالتالي فلقد كان أوليا في نفس عمر السلطان مراد الرابع الذي تعرف عليه في ليلة القدر سنة ألف وستمائة وستمائة وثلاثون حيث كان أوليا جلبي أنذاك يطلو القرآن تلاوة حسنة الأمر الذي أعجب السلطان مراد الرابع فسمح له بدخول القصر ليتلقى المزيد من التدريب على العلوم غالبا ما كان يستدعى لمجلس السلطان لحصن تصرفه وأرائه الحصيفة ومهاراته بصفته راويا حصل على لقب شلبي الذي يعني بالتركية النبيل وذلك طبعا لشخصيته المتميزة بدأ رحلات أصفاره شابا وروى تعدة مصادر عنه بأنه رأى خلما في ليلة عيد ميلاده العشرين مفاده بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفظه على حزم متاعه والانطلاق حول العالم دوان أوليا جلبي مشاهداته في رحلاته في كتابه المعروف سياحة نمع ولقد كان مولعا بكل ما هو مدهش وغريب ولقد احتوت أعمال أوليا جلبي على الكثير من الوقاء والتدوينات لآثار وشواهد عظيمة في تلك العصور كما تعتبر كتاباته نافذة مثيرة للاهتمام على الحياة الأوروبية وشرق الأوسطية في تلك الفترة التي عاصرها التحق أوليا جلبي في آخر حياته بالقاهرة ولقد توفي فيها سنة 1684 لتكتشف كتاباته بعد وقود من وفاته ويتم نقلها إلى إسطنبول للاحتفاظ بها أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو تحدثنا فيه عن الرحالة الشهير أوليا جلبي نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى